يو كي كون لحفا جيكون أجشبك قيادة في صفحات المصدر ما يريدك أن تكون فقط في всем اللي تفعل يجبوني باقتل قد تجاهد والوقات الأجشب فيمي 30 ثم إذا وقال وأن هذا كل ما يحتاج هذا هو يجب أن تتعامي ودعون الوقت رح نبليش انا عندي هون التايمر اسمه جين بوس ايكليك 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 بحط البلاي وهو ببضي يبليش بس يعمللي على 3 2 1 انا رح بلش اول حركة is very easy عنا 2 squat jumps 2 squats with 1 squat jump 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 هاي اخذ مرة هلا عنا break 30 seconds break 20 seconds برجع من نرتاح فينا نشر الماي اهم الشي انه ما ننعود لانه اذا نقعد رح نتنخفف الهارفيد طبعا نرجع لكم بسرعة هيدا الشي بتاعب بننظرنا على very high intensity بالدقات القلب وبننرتاح لازم نتمشى لحديد ما يصيروا 30 seconds لح تفاصلكون الحركة التانية الحركة التانية هي ال push up معروفة نحن نعمل push up ون push up down بعدها اجر شمال اجر يمي ون push up down اجر شمال اجر يمي ون push up down اجر شمال اجر يمي اجر شمال اجر شمال اجر شمال اجر تانية спال خطاب بواسط Hypercagan الذين kinds of med都是 على اجر شمال اجرد تكونinois بال ندخول راح صورتونيها من هون اول شي برجع بعد ثلاث ساكين راح صورتونيها من هوني عطول انتبه بحيط ما تزلين هلون تحل لانو ممكن تقذو قصبة الهربية خلصنا هلأ اصدنا برابع حركة هلأ عندنا حركة المعدة كتير هينة بتشغل ايدين ببعثة بتشغل المعدة راح صوركنيها بالوجه و راح صوركنيها بالعباد دا حتا تشوفو كيف بتفعل مع الحركات راح انزل راح تبليش راح تصوركم ايها من هون راح تطلع ونزبوط كيف ايها يكونوا باكل لورا كل ما حقها ادفة الشجرية برجع مهم لورا وبرجع بقلل برجع لورا وبقلل راح تطلع ومتاع ايها تطلع بذيك ثلاغ حسنا حسنا هذه الحركة صعبة قنع الكارديو قنع الايدين وقنع الريلة جسنا مش بس ادنين مش بس طاعدو المعلي رب ملون اوكي بعد كي 7 ساكنز ايجو الريب برجع برجع الريب برجع ما بواقف راح تشيكون هنا من هون بروح ما حال ما انا برجع باكل انا عمس هالي بقرب لانه الاسباكس عندك شوية ضيقه اوكي 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 هادي كانت تمس حركي هلا انا سيتس حركي هالي هي صار بلانك صار بلانك متل البلانك العادي بس بتساعدنا نركز اكتل على الصارت طبعانه البلانك احنا عمله هي تهيب تتوشد فلور ثم تتوشد فلور اوكي 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 هادي اوتوماتي تريد تصورها بالصارت لحظة تقدرو تنتبه عليها اوكي 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 انا عم بعد عشرة عشرة لحظة الوقت مكانة شخص هكذا سيضا حركة اسمها skate jumper اوكي اوكي سيضا حركة هكذا كتير حلو كتير مقبومة تحسوا حالكم كنت نقطوا من مين لغير تعمل كثيرا على الوضع على هذه الوضع من خلال الوضع خلال الوضع اعلم بدل قلني واطي قد ما فيني واطي حتى يتمحس من خلال الوضع عندي عم بيشد كتير لو نقطوا جاعنا هكذا نول معا مرد بتحسوا ترسي ساكند طبع الأجزب سايز اطول من نقاحه أوف هلا هلا ملاحظين عم جاري بحط الحركات حركة شوي صعبة وحركة قد نعم فيها لكربراسيوم لحتى قدن ارتاح شوي ونفس الوقت خلي دقات قلب سريعين وكون بالي إذا بدكم فير ويتم اعطي وبتريدي حلق سورة بدن ام إذا يلاقى دم بدأت ام بس اطلع بدينتبه على أجرية كيف عم يطلعوا مع إيدي بتسنين مع اليدين هاي الحركة بتشدد بتركز على على اللوور أب بساري على اللوور أب اوكي عبتعه ما عمبعشان بحكي صدنا بيتين الحركة بعد عنا حركتين اوكي عنا حركتين والحركتين يلي هين يكونوا أبس بعد العلاج وعنا اوكي راح تجير هون بي اوب من هالمين لحظة ايو و أب جلبوا بس طلعوا ترجعوا تمزلوا ما تمزلوا بسرعة تتخذ كل القوق و ابتعوا اجود ابتعوا و اجود بساعدكم انه بتاقدر تسايتروا على الحركة. وطلع. ومنزل. بعد عندنا حركة نكون خلصنا. اول سيكويت. عندنا هو سيكويت وانا جاء نعيده بعض مدره. لح تنقذكم 5 push-up. 5 push-up is just an exercise that focuses more on your upper, specifically your biceps and triceps. لح تنقذكم 1 half, facing knee and profile. سبحانش نكون يا هم هدا. الاندر لا تفهم مضبوط كيف الحركة. كأنتم عم بتشفوا بالماء. اوكي. خلصنا اول عشدة. اوكي. خلصنا اول عشرة حركات. باول سيكويت. بعد عندنا الاندر سيكويت. تانكس بمي لابي هزبين. ليس. بدكم تفهموا شغلة ضرورة 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 ضرورة. اوكي. هون خلصنا. نحن نجع نعيد السيكويت. هلا نحن نجع نبالج السيكويت. لاندر 10 minutes. تاني سيكون 20 minutes workout. نبالج. 2 squats. 1, 2. بنزل. نبالج. 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 1, 2. نبالج. نبالج. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 4. هنما سيحبتم هنا سيحبتم هنا. كِمْ تقولون عن أحدكم. كنا سيعرفو لأنو عن سيحب صعبه. هنما سيحب تمز ام continue. Cecitta. من thinkفon التأكل من خط Panda. م่ ROBERT. إذا كانت تكون مهاراً ولكنه اتبع أن يكون مهاراً تحتاج إلى هذه المنزلة ويجب أن تكون مهاراً حسنًا ومن كل طريق تحرير أجل أن تحرير أجل أن تحرير تحرير أحيانًا أحيانًا فقط بس خالص 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 عيد الحركة لحتى تطلق تقفوا تكون شدوا مع تطلق على الموثمان الاتفزمان 1 2 3 Okay now we have the abs tops this should be counted as the easy move so the high knees move was the one hard little hard between the push up and the high knees move now we're going to do the up dog go down so when I go backward forward I have to move in my upper but I keep my hands my hands are the ones that stabilize my abs and this movement the heel is coming up good okay we're still on the third exercise oh no on the fourth now going into the fifth the crawling should be counted more as an easy hard training I think it's hard the crawling because because you have more time to take and pray to your breath so when you go to the right then you go to the right then you go to the right the backboard launches so what matters is the training not where we are so this is an example that we can train that we can train wherever we are no excuses in the hotel in the gym at home anywhere with zero equipments and you can feel and you can feel like you're doing one day whole day training in this 20 minutes exercise so now we're going to our six moves which is the side plank god it's so tiring guys I need you to see this in me so you understand each plan we do we need to be hard and we need to work our ass off for such a training this hand can be a hop high like this or on your waist but from this move it would be harder now this is my best move I love this move it works so much on the glutes bark especially for women who keeps telling me about their cellulites all over this bark that would be the best exercise you guys need to focus as much as you can on things that bother you the most lower part abs lower part moves are very efficient to help you move those cellulites good we need to go down as much as we can this is when we break those cellulites and just move tighten those legs tighten those thighs and abs and bots and then you will have the dream body that you always wanted it can't come like this guys you need to train train and train this is it come on a bit of water okay we still have three exercise guys I'm dying I really want you to try this at home anywhere and I want your feedback I really want that I can't wait to see you guys training and doing it okay now this is an easy move just to recuperate our breath now as the superman flies we can put our hand like this or like this it's the same beneficent of the training what's important is to squeeze those glutes when we go up and focus on the lower part especially lower back you can feel it squeeze tight don't feel panic it might cramp but it's very normal because you guys I've always seen it oh my god two more exercises sweat the sweat the sweat is coming up and that's all what we need you just guys don't need anything put the music follow me and then everything will be fine those 30 seconds I just sometimes wish that it'd be like a minute or two but no we have to work up okay this is the B-Ops please focus on the B-Ops guys on your abs you should tighten up go and go back slow it's on the floor up slow don't worry about counting how many abs you do what matters is that you do your abs quite quite this is what matters and you guys can't go that much higher don't worry what matters is to tighten your muscle your abs muscle and this is that you'll be doing the right job okay we still have a quiet push up and we'll be down for today guys I really want your feedback I want you to tell me what exercises you want me to focus on next time I'm going to work with medicine ball swiss ball the resistance band okay let me finish this and let me talk taking one stop now stop guys you need to feel that your legs are being stretched through your arms so you feel when you go down you just have to feel all the stretch coming from your thighs from your hamstrings your calves all the steps that's how you know you're working well oh god we're done for today oops we're done for today guys this is my training for today 20 minute high intensity training guys you need to drink water you need to follow all the steps and you need to look good always see you later